توصل وزارة الدخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبايع بأسعار أزيادة من السعر الرسمية تمكنت الدخلية خلال 24 ساعة من ضبط 494 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبطات بلغت أكثر من 117 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلائي على السلع المدومة تم ضبط قرابة 22 طن وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 95 طن أما في مجالي قضايا المخابس فقد تم ضبط 722 قضية من بينها 181 قضية خبز ناقص الوزن و191 قضية خبز غير مطابق للموصفات وفي مجالي ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 16 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 163 طن